انا برضو علقت ونوهت على نقطة الآلة زعب شايف الاخيرة دي في احد الاعلاميين اتصل للمسامة ده يبدو ان هو كان مشهول مردش فالرجل طلع قال اي كلام والرجل موضح كل حاجة في البيان بتاعه سيد صبحي من ساعة ما جاء المسامة طرى منصور وهناك سيبك يعني فيه عثارات كثيرة جدا من ساعة ما جاء فيه فلوس لعيبة قدامة ما كانوش في عصر مرتدى منصور يعني ما كانوش ده كانوا في عصر منذ عباس وبعض رؤساء الاخرى سدد الفلوس يعني كان برضو ده ده كان على كهل نادي الزماني كان من الممكن انه يوقف القيد لفترتين اخرين بالاضافة لفترتين الوقفة فيه مشاكل كثيرة جدا جدا اعداد تيم جديد تاني بعد موسم قوي جدا خدنا فيه الدور وخدنا كاس وايضا كان فيه ايقاف لفترتين متتالين من الصعوبة جدا انا كنت بعد فترتين تقدر تعمل الصفقات اللي اتعاملت ثم بعد كده الحاجز على الاموال وما يعانيه نادي الزمالك الراجل بيتكلم انا حاسس به انا امك كنت من ساعتين معاه في النادي قبل ما اطلع هوا وانتماعه على النادي والحقيقة متماسك وعادي جدا الموضوع بالنسبة له ولكن برضو الحاجات دي كلها اصوص صبحي اكيد منوف المية بالزبط ما انا يا عم سامو عليك هو ايه اللي يجبرنا نعمل الكلام ده سامو عليك ما اصطر على ملامحه جدا وبتكلم في حالة من الحزن شو عايز اقوله الاكتئاب يعني لكن برضو بيتحلف كلامه بالهدوء والاتزام وبرضو انا بحسده بور عليه المرة التانية ارجع لكلامك كابتن طارق انا عايزة يعني اقول لمرتادة منصور شكرا هلخص كل اللي الف ده غير بقى الشتيمة والسباب اللي بتعرف به من بعض اللي جان الالكترونية طبعا بالتأكيد ده برضو يا جماعة ازاي يعني انا مش فاهم يعني حاجة غريبة جدا هروح بقى اهم نقطة قالها مرتادة منصور وهي رفضوا التوقيع على اوراق عائد البس والرعاية اذا كان المقصود ان الناس زمالك توقف على الفوز بابو طلاط واذا كان المطلوب من البروباجندة والقضايا وعدم مسندة الدولة ومؤسساتها النادي كبير بحجم الزمالك ان اردخ وامضي انا بقول له مرتادة منصور شكرا انك رافض ولو هترسل مسألة على استقالة مجلس بالكامل نادي الزمالك مش قليل زي ما قال رئيس النادي نادي الزمالك مش هو اللي ياخد هذا المبلغ الهزيل والمنافس اللي ما عندهوش بطولات اللي قاعد بقاله سنة ثلاثة بيتفرج علينا يبقى لهم مش نصيب الاسد ده الاسد كله يعني الاسد كله في توزيع عائد البس حتى منتهى الغبن يا جماعة عائد البس التلفزيوني في اي دولة محترمة في العالم بيتوزع بالتساوي مفيش هناك زمالك واهلي وترسانة ومولين بالتساوي بالعكس بعض البلدان زي الجلطرة بتميز الانديها اللي بتزل درجة تانية وبتاخد حتة زيادة وبتدي كمان حتة للناس اللي طالع من تحت يهمه انه يقوّل منطقة دي مش انه اللي معاه فلوس القطة للسومان يملى جيوبهم وهمه لها كرشهم بفلوس هو عز منافسك انت ليه بتقشر بتجيب التلفزيوني وتفرج عن دولة اللي يجيز عجبك المشهد عجبك ارضية الملعب عجبك الاداء عجبك الطحن اللي شغالس عندي انما احنا عندنا هنا كرة لازم تروح في حتة تانية ولازم يتبقى البطولات في نادي واحد وديك شفت التعبير الفج جدا عن الفوز بالبطولة الهزيلة دي تم ازاي فانا بقول شكرا لمرتدى منصور انه هو رفض فكرة توزيع البس انا والله دي اللي كنت منتظر انا كزام الكاوي لا زعلان ومحروق جدا اما فيما يخص الاعلام فهو للأسف يا كابتن طارق يعني اعلامين كبار منهم مثلا كابتن احاة شوبيل النهاردة عامل برضو شوية اسقطات وعمل صورة لإمام عشور وهو نايم الكلام ده كلام الناس صغيرين ما ينفعش يتعمل وبعدين النهاردة طالع كمان اخونا حسين الشحات ولا اخوص محمد الشحات تقريبا طالع كاتب كلام في منتهى الاهانة للشكبالة وتاريخ الشكبالة اقول له مش هقرنك بحسين الشحات شحات مين يا عم ده انت اسم على مسمى يعني انت بتكلم في ايه انت حسين الشحات شحات كورة انت ما عندكش كورة اصلا انت جامهير الالي كانت بتطالب برحيلك في يناير ده في المركاتو ده لحد النهاردة انت بره انت بقيت تكتفي زي كهربا بانك تقعد في المدرج وتعمل ازمة وتصدر مشكلة عايز ترجع لماشهد البطولة امام جاميرنا ديك لان مريكش مكان جوال ملعب فعايز تطلع كده زي الاخ ابراهيم سعيد والناس وعبد الحميد حسن في مجموعة كده واسلام الشحات بسم الله ما شاء الله يعني اللي هما بيشتموا بفلوس دول الناس دول مش هيبطلوا الا لو بطل اللي بيمويلهم عشان برضو ما نعودش الروح لحتة مش في لب الموضوع فعايز اقولك كابتن طار انا متضامن جدا مع مجلس دارة نادي الزمالك خصوصا ان فيه دعم غير طبيعي ومطلق للجهاز الفني واللعبين لا اول مرة الحمد لله رب العالمين لا يطلع مشجع ولا يطلع حد الا بعد الموطورين الناس اللي هي مش متصورة ان الزمالك ممكن يخسر بطولة دي منطقة حلوة انا مش عايز اروح لها لا انا اخسر بطولة مخسرش ليه لكن الاهم ان انا اقوم منها اقف لان انا الزمالك واعود ده واسع الجماهيري زي ما انا بسعدها بدور الابطال ان شاء الله والدور العام هقع لكن هقف تاني مفيش نادي بيكسب على طول لوحده ولا نادي بيخسر على طول لوحده الطبيعي ان الكرة اسمها كرة قدم متعة المنافسة ان انا اكسب مرة وانت مرة صح مش المتعة ان انا استحوز على كل الالقاب والبطولات فكرة القطب الواحد اختفت فكرة بعض الناس اللي بتروج للفكرة دي ناموا خلصت احنا في عصر دولة ديمقراطية دولة صوت الناس فيها عالي في الحق وما فيش في مصر اعلى من صوت مرتضى منصور في الحق واعلام نادي الزمالك